رغم التنديد الرسمي والشعبي يزداد التدخل التركي في مدينة الموصل يوما بعد يوم في الوقت الذي عملت فيه عدد من الأحزاب السياسية المتنفذة على توسعة هذا النفوذ بذريعة نهوض بالواقع الخدمي استخدمت تركيا عددا من الأدوات السياسية والأمنية للنفوذ إلى الواقع العراقي بشكل عام ومدينة الموصل بشكل خاص وبان ذلك من خلال ما تلعبه تركيا اليوم من دور احتلالي في محافظة نينوى خصوصا في ظل حكومة أردوغان الساعية حثيثا لتذبيت موطئ قدم تركي في الموصل هناك سراع بين الدول للحصول على النفوذ والسيطرة على كل مقدرات مدينة الموصل المقدرات الاقتصادية ومقدرات السكان الموجودين في هذه المنطقة حيث تعتبر مدينة الموصل من المدن المهمة في العراق وأن الحلم الذي يحلم به الأتراك صراحة حلم اتفاقية ساكس بيكون تركيا وسعت نفوذها عن طريق الأحزاب السياسية في الموصل وسيطرت على الشركات والاستثمارات والمقاولات بذريعة مساعدة المدينة للنهوض بواقعها دون أن تستطيع الحكومة العراقية محاسبتها ولا الحكومة المحلية بتحجيم دورها لأنها تمارس نشاطها الاقتصادي بحماية من أحزاب سياسية متنفذة وسفيرها الذي يتجول في أروقة جميع الدوائر والمؤسسات في الموصل نعاتب كحكومة مركزية وحكومات المحلية حول هذا الأوضاع إذا مواطن العراقي لا يتقبل هذا الشيء فكيف كنظام كاتفاق دولي كحكومات دولية فكيف هذا الدخل هل هناك اتفاقات مسبقة هل هناك صفقات سياسية هل هناك صفقات تجارية بين الحكومات أخوص بالذكر آل النجيفي الذين هم السبب الرئيسي في هذا الشيء بذريعة هناك وجود استثمارات داخل أراضي نينوى ويرى مراقبون أن الموصل باتت محتلة اليوم من قبل تركيا سياسيا واقتصاديا وعسكريا ولا يقتصر تواجدها العسكري في زيليكانك أكبر قاعدة تركيا وإنما تواجدها الاقتصادي والاستثماري كذلك يضع كثيرا من التساؤلات ويتخوف الموصليون بأن يتحول التواجد التركي من مؤقت إلى تواجد دائم من خلال أذرعها في المدينة وخاصة أن تركيا لها أطماع قديمة في أراضي عراقية لقناة الرابعة محمد الشبكي الموصل